كان الحوثيين تنفيذهم ما جاء في مبادرة زعيمهم عبد الملك وردت لائحة طويلة بالمناطق والمواقع وكان لافتا طول تلك اللائحة فضل عن شمولها أسماء مثل مركز الجابري وجبل الدخان وجبل المدود وهذا الانسحاب تم في الخامس والعشرين من يناير كانون الثاني أي بعد حوالى نحو خمسة عشر أسبوعا من إعلان الرياض حربها المفتوحة على شمالي اليمن يشار إلى أن خالد بن سلطان كان قد أعلن قبل أقل من أسبوع على بدء الحرب أعلنها وبكل فخر واعتزاز أننا حققنا ما أمر به سيدي القائد الأعلى للقوات المسلحة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله وهو تطهير كل شبر من المملكة ويعتبر الآن حدود المملكة سعودية ليس بها أحد ومن يقتربها فمنطقة القتل أمامه كما أعلن لاحقا تطهير الجابري وجبل الدخان وجبل المدود الذي سماه جبل الدود الآن ومن خمس دقائق فقط استلمنا بلاغ أن كل قمم جبل الدود الآن مسيطر عليها سيطرة تامة من القوات السعودية أو ما أسميهم أسود الملك عبدالله هؤلاء الرجال الأسود طهروا المنطقة لأنها تعتبر من أهم القمم المسيطرة على السفاح الجبال الموجودة سواء في الدخان أو في الرميل ولهذا أنا أزف البشرى هذا لأنه يعتبر الآن منطقة مسيطرة عليها من أهم المناطق الاستراتيجية إذن انتصارات أمام عدسات التصوير وهزائم على أرض المواجهة هذا كان الحال الذي وثقه الحوثيون بقرائنا ثابتة بينها أفلام فيديو من مناطق أعلن الأمير تحريرها جهل أم مكابرة سؤال تجيب عنه هذه المفارقة في كل تصريحات خالد بن سلطان مما كان يوصف بأنه أرض المعركة كان الرجل يحرص على تأكيد العلاقات الوطيذة التي تربط الحكومتين السعودية واليمنية والتنسيق القائم فيما بينهما وقد انفضح أمر هذه العلاقات وطبيعتها أو على الأقل مدى معرفة خالد بن سلطان بها عندما تبين بالصورة والصوت أنه يجهل حتى اسم الرجل الذي يتولى رئاسة الجمهورية في اليمن منذ أكثر من ثلاثة عقود ولكن من المشكلة للعلاقات من اليمن الشقيقة وفي ناس المخامل الرئيس عبدالله صالح عبدالله صالح هي علاقات قوية هكذا إذن تنقلب الصورة على الحدود السعودية اليمنية منتصر يطفئ حريقا ومهزوم ينفخ فيه هكذا انقلبت الصورة في موضوعات حلقة اليوم شكرا على حسن متابعتكم إلى المتابعة اشتركوا في القناة